السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طلاب وطالبات الصف الثاني تعليم مستمر حياكم الله مع درس من دروس مادة لغتي معا موضوع الدرس يتحدث الدرس هنا بوحدة رقم الوحدة إنها الوحدة الأولى الوحدة الأولى والتي تحمل عنوان من ربوع بلادي نكمل النص الشعري فحياكم الله خير بداية ذكر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أسترجع أهداف الدرس قراءة النص الشعري قراءة صحيحة وحفظ النص وحفظ النص تطبيق القيم الإيجابية الواردة في النص الإجابة هناك تدريبات وأسئلة ومهارات لا بد من الإجابة عليها وهي متعلقة بالنص نسترجع معا عنوان الوحدة هيا معا نتأمل الصورة إنها تتحدث عن الربوع بلادي نشاهد هنا الحرم المكي نشاهد بعض معالم بلادي وتحدثنا عنها في الدروس السابقة حسنا هيا بارك الله فيكم نستعد نفتح الكتاب على النشيد صفحة 23 وعشرين نحرص على الجلسة الصحيحة المكان الهادئ هيا بارك الله فيكم نقرأ الآن النشيد قراءة صامتة وتكون بلاء صوت أو همس ووضع خطا تحت المفردة التي تحتاج إلى توضيح وفهم المعان هيا بارك الله فيكم حسنا قرأنا النص هيا نستعد الآن معا ننشد هذا النص هيا بارك الله فيكم يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية فيك بيت الله تهفو نحوه النفس الزكية يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية يا بلادي ما ينشد نتي عندي من لدن ربي هدية يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية يا بلادي أنت عندي بال bic about allah أنشدنا معا واستمتعنا بهذه الكلمات الجميلة عن بلادي يا بلادي نداء هنا يا بلادي أنت عندي من أجمل البلدان وأنت هدية من الله سبحانه وتعالى فيك بيت الله فيك الكعبة الشريفة في الحرم المكي أين تقع؟ أين تقع؟ في أي مدينة من مدن بلادي؟ نعم أحسنتم في مكة المكرمة تهفو تهفو النفوس الزكية ما معنى تهفو؟ أحسنتم تهفو بمعنى تشتاق وتميل هذه النفوس وتحب أن تزور هذه البقعة الطاهرة النفوس الزكية أي النفوس الطاهرة بدأ الشاعر هنا في وصف البلادي بكلمات جميلة فيك روضات فيك روضات روضات ومفردها روضة أحسنتم جميلة وبساتين وبساتين مفردها بستان رائعين بهية ما معنى بهية؟ نعم إنها جميلة جميلة بارك الله فيكم فيك أشجار وزهر ورياحين ذات روائح جميلة عطرية وجميلة ووصف الطيور بأنها في بلادي مغردات بأجمل الأغاني الرقيقة الشجية بمعنى الرقيقة الناعمة ثم فيك زرع فيك ماء تحدث عن بلادي زرع تعرفنا في نص الاستماع بما تشتهر القصيم تشتهر بزراعة النخيل وأيضا الإحساء وتبوك بزراعة الزهور والكثير من مدن بلادي ولله الحمد تزهر بمعالم عظيمة ورمال ذهبية وصفها بماذا؟ بالذهب وكنوز في السحارة وكنوز هنا ثمينة كالمعادن والنفط عامرات وغنية ولله الحمد نسأل الله أن يديم هذه النعم على بلادي يا بلادي أنت عندي من أجمل هدايا ربي حسنا هيا بارك الله فيكم نتأمل النص هيا نبحث معا نبحث عن كلمة بها تنوين وما نوع التنوين كلمة بها تنوين وما نوع التنوين هيا بارك الله فيكم أخذنا التنوين ماذا؟ استرجع معا التنوين هو نون زائدة تلحق آخر الاسم تلفظ ولا تكتب وهناك كم أنواعه؟ ثلاثة تنوين بالضم أحسنتم يكون في آخر الكلمة على الحرف الأخير وتنوين بالكسر تحت الحرف وتنوين بالفتح ويشترط وجود ألف إلا إذا كانت الكلمة بها تاء مربوطة فيأتي بدون ألف تنوين الفتح هيا نبحث أين ما هي الكلمة التي تحوي تنوين أحسنتم رائعين نعم هنا تنوين أحسنتم نعم هنا أيضا أشجار وزهر ماذا أيضا زرع طيور رائعين متميزين بارك الله في الجميع أحسنتم حسنا ما معنى بهية بساتين بهية نفكر نسترجع نعم إنه يتحدث عن أن البساتين في بلادي هي جميلة حسنا ما معنى شذية روائح بما وصفها نعم رياحين نسبة إلى الريحان وهو ذو رائحة عطرية جميلة هيا معا نبحث عن مد بالألف نبحث عن مد بالألف من بين الكلمات نبحث فيه رمال هيا أحسنتم ما ما إذن هنا مد بالألف ما قبله مفتوح أحسنتم بسا بسا هنا أيضا مد بالألف ما قبله مفتوح أشجار أيضا هنا يوجد مد بالألف بارك الله في الجميل هيا نبحث عن التاء تاء المربوطة هيا نبحث عنها معا أحسنتي بارك الله فيك هدية الزكية نعم الذهبية ذهبية غنية هناك الكثير من الكلمات التي تحوي التاء المربوطة بارك الله في الجميع معجمي نسترجع سريعا معجمي ما معنى لدن أحسنتم عند بهية بساتين بساتين بهية أي جميلة تهفو كل العالم يهفو إلى بلاد مهبط الوحي نعم تميل وتشتاق إلى الكعبة المشرفة الشجية الطيور في بلاد تغرد بما معنى الشجية بأصوات رقيقة وناعمة أحسنتم حسنا نتأمل هنا أكبل الفراغ مع الاسترشاد بالنص هنا أرفقنا النص لأكمل الجدول هنا مهارة مطلوب أن أستخرجها من كلمات النص هيا أفكر نضع خطوط تحت الكلمة المطلوبة هنا مد بالياء اللام الشمسية تأمر بوطة تنوين بالضم مد بالألف نفكر الكتاب أمامك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بإمكانك أن تضع خطا تحت المهارة المطلوبة وإكمال الجدول هيا نفكر مد بالياء أبحث عن مد بالياء نفكر نفكر مد بالياء هيا نفكر من توصل إلى الإجابة هيا بارك الله فيكم أحسنت بارك الله فيك بساتين بساتين نتأمل هنا بساتين أين المد بالياء نعم أحسنتم هنا وما قبله مكسور هنا مد بالياء بساتين رائع إجابة مميزة بإمكاننا نستخرج كلمة أخرى حسنا نكمل اللام الشمسية هيا بارك الله فيكم نبحث هيا نبحث رائع جابة جابة مميزة مميزة تنوين تنوين بالضم إذن يكون هناك ماذا ضمتين في آخر الكلمة هيا نبحث معا معا رائع زرع زرع نتأمل هنا التنوين بالضم مد بالألف هيا بارك الله فيكم من يشاركوني الإجابة نبحث أمامك الكتاب أصبت ريمال ريمال إذن هنا الألف والحرف الذي قبله عليه ماذا مد بالألف إذن ما قبله مفتوح أحسنتم بارك الله في الجميع ندون الإجابات حسنا انتقل أصل الكلمة بمعناها هيا نقرأ العمود الأول وكلمات العمود الثاني هناك كلمة وفي العمود الثاني معنا هذه الكلمة نكتب الكلمات ونقوم بحل التدري هيا بارك الله فيكم حسنا لدن بهية تحفو الشجية هنا تميل وتشتاق عند الرقيقة الناعمة جميلة نسترجع معا ذهنيا المعجام تعرفنا معنى الكلمات هيا معان لدن ما معنى لدن هل هي تميل وتشتاق أم عند أم برأيكم الرقيقة الناعمة أم يا ترى جميلة ما هي الإجابة الصحيحة نفكر نعم نعم أحسنت لدن عند عند بارك الله فيك بهية هيا معان بهية ما معنى بهية تميل وتشتاق أم الرقيقة الناعمة أم جميلة نفكر بساتين بهية أصبت إجابة مميزة وإجابة جميلة كجمالكم نعم نعم إنها بهية بمعنى جميلة بلادي يحوي بساتين جميلة تحفو عندما أقول العالم الإسلامي يحفو إلى زيارة بلادي لوجود الكعبة المشرفة في الحرم المكي في مكة المكرمة والحرم النبوي إذن تحفو ما معنى تحفو هل هي تميل وتشتاق أم الرقيقة الناعمة حسنتم نعم إنها تميل وتشتاق إلى زيارة بيت الله الحرم الشجية ما معنى تغرد بأصواتها الشجية الطيور في بلادي تغرد بأصواتها الشجية نعم أحسنت إنها الرقيقة الناعمة إنها الرقيقة الناعمة ندون هيا معا نسترجع النص هيا نستعد حتى نتمكن من حفظ النص نبدأ يا بلادي يا بلادي من يكمل هيا أحسنت يا رائع نعم يا بلادي أنت عندي ماذا من لدن ربي هدية هيا نكمل فيك بيت الله تحفو نحوه النفس الزكية فيك روضات حسان وبسات بهية فيك أشجار وزهر ورياحين شذية وطيور شاديات بأغانيها منوعها الشجية رائع فيك فيك زرع فيك ماء ورمال ذهبية وكنوز في السحارة عامرات وغنية يا بلادي أنت عندي من لدن ربي هدية هيا بارك الله فيكم نكرر حتى نتمكن من حفظ النشيد ننسخ النشيد بخط جميل هيا الآن نقوم بفتح الكراسة ونبدأ في نسخ النشيد بخط جميل هيا بارك الله فيكم انتهينا من الكتابة بارك الله في الجميع هيا هنا وراجعة سريعة للنشيد بما وصف الشاعر بلادي بما وصفه في البيت الأول وصفه بماذا بأنه ماذا هو هدية من الله سبحانه وتعالى هنا ما معنى تحفو احسنتم أي تميل وتشتاق إذن كل العالم يميل إلى بلادي حيث يحوي أطهر بقعة في العالم وهو الحرم المكي وتلك النفوس هي النفوس الزكية الطاهرة احسنتم ماذا يوجد في بلادي حسنتم يوجد فيها روضات وبساتين ما بها جميلة وأشجار وزهر ورياحين ذات رائحة جميلة بما وصف الطيور بأنها مغردة كيف أصواتها ناعمة رقيقة فيك زرع تشتهر ولله الحمد بالعديد من بالعديد من إنتاج الثمار كالفواكه والنخيل والتمور ورمالها الذهبية الجميلة والكنوز التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بوجودها في بلادنا كالنفط والمعادن وأنها غنية نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة يا بلادي أنت أجمل هدية من الله سبحانه وتعالى فله الشكر حسنا نتأمل النص جيدا هيا نتأمله ما مفرد بساتين هيا ما مفرد بساتين أحسنتم إذن بساتين مفردها بستان أحسنتم أشجار هيا ما مفردها أحسنتم شجرة بارك الله فيكم هيا نتأمل جيدا كنوز ما مفرد كنوز أحسنتم كنوز كنز حسنا ما ما جمعه هاتو من هذه الكلمة هاتي الجمع ماذا أقول مياه بارك الله فيكم أحسنتم الواجب هيا بارك الله فيكم ندون الواجب نكتب على الكتاب أعلى النشيد حفظ هنا حفظ النشيد صفحة ثلاثة و عشرين إذن ندون أعلى الصفحة أن هذا النشيد حفظ هيا بارك الله فيكم ومن لم يستكمل النسخ يقوم بإكمال نسخ النشيد بارك الله في الجميع دوننا الواجب إلى هنا انتهى الدرس أشكر لكم حسن تفاعلكم والاستجابة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا